اعادت السلطات العراقية افتتاح جسر الجمهورية المغلق منذ اكثر من عام وسط العاصمة بغداد ورفعت كل خيام الاعتصام من ساحة التحرير بعد قرار المتظاهرين انهاء اعتصاماتهم والتوجه نحو التنظيم انفسهم انتخابيا استعدادا للانتخابات المقبلة رئيس الحكومة العراقية مصطفى القادمي رحب بتعاون المحتجين لفتح الساحة واعادة الحياة الى طبيعتها فكيف يترجم قرار المتظاهرين رفع الخيام من ساحة التحرير في السياسة والامن معنا من بغداد الناشط السياسي عمر الفاروق الطائي اهلا بك استاذ عمر ابدأ معك من النقطة الامنية فتح جسر الجمهورية اليوم يعيد الحياة الى مرافق هم جدا وزارة الدفاع وزارة الداخلية وعدد من المنشآت الرسمية والشوارع الرئيسية في العاصمة بغداد هذا القرار كيف ذهب اليه المتظاهرون في هذا التوقيت تحديدا واي تنسيق مع سلطات للتوصل لالقاء القبض على اكثر من عشرين من الذين كانوا مسؤولين عن اعمال الشغب وارضا ترويج الممنوعات تمام تحية طيبة وشكرا لكم على هذه الاستضافة اولا تعقيب صغير وتصحيح للمعلومة المتظاهرين اللي انسحبوا من شهر الثالث وصولا لحد يوم امس هما ما انسحبوا لأجل تنظيم نفسهم انتخابيا هما انسحبوا لوجهات نظر ومو بالضرورة كل المتظاهرين يذهبون لتشكيل احزاب ولكن عدد من المتظاهرين استاذ عمر تحدث عن اهمية تنظيم اليوم صفوف المتظاهرين والتحضير للمرحلة المقبلة واهمية اخلاء هذه الساحة يعني هو جرى اخلاء للساحة التحرير يوم 25 كثير من التنسيقيات انسحبت بسبب عدم قدرة القوات الحكومية ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تأمين التظاهرات من الاختراق يعني يوم 25 الأحزاب والميليشيات والعصابات اخترقت التظاهرات في زمن عادل عبد المهدي كانت التظاهرات مخترقة من هذه العصابات والميليشيات لكن كان العدد متساوي بين عدد المتظاهرين السلمين وهؤلاء كان ممكن مقاومتهم أو وضع حد لهم هل مرة بيوم الذكرى كان عدد العصابات والمندسين ودعاة التصعيد اكثر بكثير من عدد المتظاهرين السلمين لذلك قرر المتظاهرين السلمين رفع الخيم فقط ركزي عليها رفع الخيم فقط ما قرروا انهاء التظاهر او ذهب للمشاركة بالعملية الانتخابية لا قرروا رفع الخيم فقط ان الاعتصام انتهى لكن التظاهر والوقفات والاحتجاج على هذا النظام السياسي البائس ماذا يعني بان تبقى الاحتجاجات مفتوحة الانجارة الايرانية اللي تتلعب بي يعني رح تبقى الوقفات مفتوحة يعني هو شو تحقق من مطالب الشعب او بالاحرى هي الازباب اللي على اساس خرج الشعب العراقي للتظاهرات شو تحقق من عددها هل تحسن الوضع الاقتصادي هل توفرت برص عمل هل تمت معالجة البطالة هل تم حصر السلاح بيد الدولة هل تم استعادة هيبة الدولة أجوبك كل هذا لا وتمت إضافة مشكلة جديدة لنا الآن اللي هي مشكلة محاسبة قتلة المتظاهرين ودعني أكشف إلك عن نقطة يعني هذه أول مرة أكشفها مصطفى الكاظمي بنفسه قال لي إلي قال إنه موضوع محاسبة قتلة المتظاهرين هذا ضمير الإنسان يحركني حتى أحاسبهم ما محتاج ضغط شارع وضغط قوة سياسية محاسبة قتلة المتظاهرين واجب إنساني علي ما أدري واجبه للإنساني وقت رح يقوم به الأستاذ مصطفى وحاسب إنه قتلة المتظاهرين هو يعرفهم جيدا منذ سنة كيف تستفيدون اليوم من حسن النية وهذه المبادرة التي قمتم بها كمتظاهرين سلميين في وجه شارع آخر تخريبي ومندسين انسحبوا الشباب عن المندسين والمخربين وتركوا الميدان لهم لكن أنا أيضا يكون تعقيب من يوم تشكيل حكومة الكاظمي لحد الساعة كثير من الشباب كانوا يصرخون ويدعون القوات الحكومية والحكومة العراقية لدخول ساعة التحرير وتفتيشها وحتى طالبوا بإنشاء مركز داخل ساعة التحرير ببيان رسمي نزل من بفورما رسمية بمعتصموا ساعة التحرير أنه تعالوا سووا مركز شرطة داخل التحرير ونحن متظاهرين سلميين ما عدنا مشكلة لكن ماكو تجاوب ليش بالذات نهاء الاحتجاجات بهذا الوقت ما أعرف ليش حسن حكومة ذكرت الطب الساعة التحرير وتفلش الخيام يعني هي كان مفترض بها أن تدخل فقط تنظفها من المندسي ليش فلشة الخيام ما أعرف القرار السياسي والغاية من هذا كله هل تحاول أن نشير أستاذ عمر بأن ما تم نقلته كل وكالات وسائل الإعلام العراقية وما تم ترويجه اليوم بشأن إخلاء الساحة غير صحيح وأنتم تحت أسباب أمنية اليوم أخليتم هذه الخيام وستعودون إلى الساحة تحقيقا لمطالبكم وهذا خلاف سياسي كبير مع رئيس الحكومة بالتالي وضعت النقاط على الحروف نعم الكثير من المتظاهرين انسحبوا بسبب الخطر الأمني وسيطرت وسطوة الميليشيات والعصابات هذه نقطة هذه الميليشيات والعصابات اللي نسميهم الصكاكة والعلاسة عندها أجنحة سياسية رئيس الوزراء لا يطيح إلا الأجنحة السياسية التابعة للصكاكة والعلاسة ما يطيع غيرهم حتى باقي القوى السياسية ما عاد يطيعها ولا عاد يهتملها يعني بالنسبة للمصطفى الكاظمي الآن حكومته متلب بغير طلبات الصكاكة والعلاسة فقط ومستشارين بمكتبة باقي القوى السياسية باقي القوى المجتمعية مطالبهم إلى جهنم وهو الآن منشغل بس بتشكيل حزبة والدخول للانتخابة هل توصلتم مع قائد عمليات بغداد؟ نعم متظاهرين كثير من المتظاهرين السحب وبسبب الخطر الأمن قائد عمليات بغداد حسب وسائل إعلام اليوم قرأت خبر يقول نحن نسقنا مع قادة الاحتجاج صحيح والاحتجاج بحياته بيوم من الأيام ما كان إلى قادة ما عرف أمن نسا ما هو قال أن إعادة حياة لساحة التحرير جاءت بطلب من المتظاهرين وسائل 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 هم ما طالبوا إعادة الحياة هم من أربعة شهور طالبوا بإخراج المندسين والعصابات من ساحة التحرير فقط ما طلبوا من عند إعادة الحياة لأشياء الحياة كانت معدومة بالتحرير مثلا حتى يقول أعدنا الحياة أثنياً أكون نقطة وسائل الإعلام العراقية بالأعمل أغلب بالأعمل أغلب الحكومة العراقية تتعقد اتفاقاته إياها لذلك تنقل الأخبار بطريقة إيجابية عن الحكومة وطبع هذا بالنهاية سيسبب ثغرة كبيرة جداً بين المجتمع وبين السلطة لوصول أكاذيب غير صحيحة الحكومة العراقية أضح كل هذه النقاط هل تحضرون اليوم لمسار سياسي لتنظيم صفوف المتظاهرين تحضيراً لألانتخابات المقبلة في حال حصلت منتصف العام المقبل سؤال جميل جداً وراح أجاوبك عليه احنا قبل ما نشارك بالعملية الانتخابية نعتقد أن دورنا كمواطنين وناشطين مراقبين للشأن السياسي هو الاعداد لعملية انتخابية تكون فيها هناك انتخابات حرة ونزية الانتخابات الحرة ونزية أولاً اعتماد البطاقة البايومترية حصراً ثانياً حصر السلاح بيد الدولة ووضع حد للسلاح المنفلت ووضع حد للتواثي اللي يغزمون الناس الصوت بيها وأيضاً نحتاج وضع حد للمال الفاسد اللي تم اغراء وشراء ذمن بيه الناس يعني كثير من الناس محتاجة كيف راح تكون عندنا انتخابات نزيهة وإحنا عندنا يعني اغراء مال فاسد وتهديد سلاح منفلت هذا الموضوع جداً مهم بالنسبة أنه أهم بكثير من المشاركة بالانتخابات الأهم من المشاركة من قبلنا بالانتخابات يعني أنه ننزل بكيان سياسي ونظم نفسنا بكيان سياسي أنه لدينا عملية انتخابية صحيحة كمواطنين وخلي الكل يشترك اثنين أرجع وأقول التظاهر هو حق عام للشعب العراقي هذا التشويه للمفاهيم اللي تتعمده وسائل الإعلام العراقية وكثير من النخب العراق اللي متواطئة مع الحكومة مع النظام السياسي يردون يشاهدون صورة التظاهر ووصلون فكرة أن التظاهرات ممكن تتحول الحزب هذا خطأ كبير قبل أن ينتهي وقتنا أستاذ عمار من يقف وراء اليوم وعلى ما أعدناه قائد عمليات بغداد من تم إلقاء القبض عليهم وجاء في البيان بأنهم هم من العصبات التي كانت تسحى للتخريب إثارة الشغب ترويج الممنوعات وفاق عددهم العشرين يعني هؤلاء جميعاً اللي ذكر أسماهم وآخرين كثر مو أم أكثر من عشرين بهم اللي فار بهم اللي راح من يوم تستلمت حكومة الكاظمي لحد الآن تقف خلفهم ميليشيات وعصابات تمتلك أجنحة سياسية داخل نظام الحكم لغرض الضغط على مصطفى الكاظمي حتى ينهي الاحتجاجات وللأسف نجحوا بتشويه الصورة بعض الشيء لكن أقولها بالحرف الواحد تشرين فكرة والفكرة لا تموت والفكرة ليست عبارة عن خيم ستكون هناك وقفات ومسيرات وبيانات ومواقف لهذا الشباب العراقي الثار اللي لحد الآن ما تحقق ولا مطلب من مطالبه اللافت أيضاً في هذا البيان تحديداً لقائد عمليات بغداد بأنه تحدث عن تنسيق مع المتظاهرين منذ قليل قلت لم يحصل أي تنسيق معكم كيف تفسر اليوم هذه الازدواجية في الموقف وحذرت من أنكم ستعودون إلى الشارع في أي لحظة أنا ما أعرف قائد عمليات بغداد مع من من المتظاهرين تفاوض أو مع من من هؤلاء اللي هم قادة الاحتجاج أنا اللي أدري به السواد الأعظم أعلن انسحابه بسبب عدم قدرة هذه القوات نفسة على تأمين الساحة فويا من تفاهم يا ريت يعلنن الأسماء لأن الآن الرجل دخل بمغالطة الريد من القائد عمليات بغداد أن يعلن مع من تفاوض من المتظاهرين هم قادة وسمحوله بالدخول يعني الحكومة العراقية للأسف هذه نقطة جدا مهمة تستخدم ورقة التظاهر والإحتجاج لتمريرها جندته يريد يشكل حزوب الكاظمي يستخدم ورقة التظاهر واحتجاج يريد نفسه يستخدم ورقة التظاهر واحتجاج يريد يتحارب ويا قول المليشيات وقوال الممثلة النظام السياسي البائس يستخدم المتضارات والاحتجاجات وحتى اليوم من جو ينهون الساحات استخدموا حجة أن المتضاررين نفسهم قالوا أنه نهوها أريد أن يكشفونا عن الأسماء إذا كانوا فعلا صادقين لكن هم كاذبين جدا أنا مدأكد أشكرك النشط السياسي عمر الفاروق الطائق وطمعنا مباشرة من سوديوهاتنا في بغداد